والسلام على الشرح ومصلاحه السلام عليكم.. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومنتبعه بين إحسانه إلى المدين مرحباً بأستاذة المتحسرين أو الطلبة المتحسرين على الشهد البقرية لدورة جوان أفين المحجرين مرحبا بمهن في رحابي يمكنني أن نقوق لجامعة عين تموشلت بحج مشعي بحمى الله إذن إحنا اليوم رننا في هذه الكلية من حجل أن نبين للطلبة ما هي المشمل التخصصات الموجودة على المساويات الكلية كيف يتم التكوين هؤلاء الضربة للولوج بهم في عالم الشغل لكي يكون قادرة هذه المشمع إذن لعلمكم أن جامعة عين تموشلت فتحت أبوابها سنة 2009 وكانت تضم كليات العلوم الإقصادية كليات العلوم وكلية الأدب ثم في سنة 2012 فتحت كليات الحقوق أبوابها في هذه الجامعة ومنذ ذلك الحين وهي تكون كوكبة من الطلبة والآن الذين طلب الدكتورة على مستوى طلية الحقوق فمفخرة لنا أن هذه الجامعة أصبحت تكون طلبة الدكتورة الذين سوف يكونون في مستقبل الأيام أساتذة بيننا زملاء لنا فندعو من هذا المنبر كذلك الطلبة على أن يكون لهم الجدية في العمل والعمل الدؤو من أجل أن يكونوا خالفا لنا ويكون خالفا لخير سلف وهذه سنة الحياة لأن في حياة تدافع كما قال المولى عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض إلا فسد الأرض فسوف يدفعون بنا ربما إلى التقاعد ويحلون محلنا بحول الله تعالى بكما في العمر بقيل فهو طالب من بين الطلبة الذين تحفظوا هذه السنة في الجامعة فآمناً آمناً من المولى عز وجلات المستقبل في مصاله العلمي وأن يكون جافاً والذي رغبة حقيقية فعلية من أجل أن يرتقي المستوى الفكري والعلمي ويكون من بين الطلبة الذين سيخلفون سيكونون خالفاً بحول الله ومن أجل التعريف بهذه الكلية سوف أعطي الكالبة لزميلات بدايةً بزميلة إبراهيمي آسيا ثم مستدى مجاجي سعاد من أجل التعريف بهذه الكلية وتحديد عن تخصوصات المجلبي على مسواهته الكلية فاللي يتقدر بشكورك شكراً